حادثة صادمة هزت الرأي العام الجزائري مساء أمس الأربعاء إثر إقدام طالب يبلغ من العمر 11 سنة على طعن معلمته بخنجر في ساحة المدرسة ببلدة تاكسالانت الواقعة بولاية باتنى شرق البلد القصة وبحسب الروايات من المقربين أستاذة اللغة العربية بنشية رحانة طلبت من التلميذ الكف عن التشويش خلال الدرس لكنه واصل في إزعاجها فاضطرت لطرده من القسم بسبب مشاكله المتكررة التلميذ قام بترصد الأستاذة في ساحة المدرسة وبعد خروجها قام بطعنها بخنجر حاد في الظهر الأمر الذي تسبب لها في جرح كبير أيضا على مستوى ظهرها وأفقدها الوعي قبل أن يتم إسعافها لتلقي العلاج في مستشفى المدينة حيث خضعت لتدخل جراحي عاجل تم خلاله إخراج الخنجر وإيقاف النزيف الدموي أثارت الحادثة سخطا واسعا في الجزائر خاصة لدى الأوساط التربوية بسبب هذه السلوكيات وسرعان منتشرت أخبار كاذبة عن وفاة الأستاذة لكن السلطات الرسمية في ولاية باتنا الجزائرية نفت الأمر وقالت في بيان لها الفريق الطبي بالمركز الاستشفائي الجامع بباتنا نجح في نزع الخنجر من الأستاذة بنشي رحانة وحالتها الصحية مستقرة في الوقت الحالي ولولاية باتنا الدكتور محمد بن مالك قام بزيارة مئنان للأستاذة قبل إجرائها عفوا العملية وقدم جزيل الشكر للطاقم الطبي المشرف عليها للإشارة فقد تم تسخير بحسب بيان الهيئات أو السلطات المعنية في ولاية باتنا الجزائرية تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية للتكفل بحالة الأستاذة من بينها طائرة طائرة هليكوبتر وضعت تحت تصرف الفريق الطبي في حالة وقوع أي طارق طبعا الفيديو الذي تتابعونه هو لوالي ولاية باتنا الذي أدل بتصريح عقب هذه الزيارة في طبعا المستشفى لزيارة هذه الأستاذة نتابع التعليقات انهالت عقب الحاذفة عبر منصات تواصل فيسبوك انستجرام وتويتر ومختلف المواقع يقول بن عمان محمد في توقيعه لهذه التغريدة على وزارة التربية أن تعيد النظر في المنظومة التربوية والتعليمية وخاصة من ناحية النظام والانضباط السلوكي للتلميذ وتجديد العقوبات على التلميذ في حالة تبوت إدادتهم وارتكابهم مخالفاتنا واعتداءاتنا وحتى قلت أدب الصرامة الموضوعية مطلوبة قبل أن تفلت الأمور عن السيطرة أما إكرام فكتبت قائلة قالوا للمعلم لا تضرب التلميذ ولو بظهره فتبسم التلميذ وغرس في ظهر من تربيه وتعلمه خنجرا هي ليست طعنة تلميذ لمعلمته وحسب بل هي طعنة مجتمع للمعلم ونكران الجميلة أما وجدان شابوني فكتبت مغردة كل مشكلة لديها سبب أنا ما رنيش مع هذا الطفل بالصح الطفل في عمر 11 وال12 يضرب أستاذة هذه أكيد يقصت بكلام أو يكون يتعاطى مخدرات أما ميساء أصيل يا الله بالشفاء العاجل للأستاذة وهذا الأمر الخطير الذي تكرر بمظاهر مختلفة وفي مناطق مختلفة من الوطن يستدعي قرارات عيد للمعلم وللمؤسسة التربوية هيبتها كما تستدعي إعادة ضبط مفهوم التربية خاصة عند الوالدين التربية لا تعني أولد وأرمي للشارع إذا مش قادر تربي ما تولد ترجمة نانسي قنقر